موسيقى موسيقى إياك تتصور إنه واحد يتربع على القرآن والسنة ويقبل بأي نوع من الظلم واللي بيقبلوا هذول ناس معناته منحرفين مين ما يكونوا إنت بتتربع على القرآن والسنة وبتكونش حساسة تجاه الظلم واللصوصية والعصابات والتفاصيل كيف يعني؟ إذا بتقول عن حالك مسلم كمان بتقول عن حالك مسلم إنسى هذا الله سبحانه وتعالى ما بده يهديك من أصله إذا كنت إنت هيك إذا كنت مش شايف في هذا الحاكم انحراف وإنت بتزعم إنك بتقرأ القرآن وبتقوم الليل أو بتقرأ السنة كذاب إنت إذا السنة والقرآن ما جعلتك حساس أمام الظلم إذن شو هي القرآن والسنة معناته؟ انت تفعلت معها؟ هذا كذب كله هذا كذب ولكن كما قلنا حكمة الله سبحانه وتعالى اللي بتشوفوه هذا كله غربلة غربلة من أجل إنه تصح الأمور في اتجاه الخلاص خلاص الأمة وبعدها كل شيء بزول حتى إسرائيل هذه هذه إسرائيل وجدت في ظروف مرضية تخلف الأمة وجهلها وتفاصيل وسيطرت الجواسيس على حكم بردو كانو وجدت وززول بظروف صحية هم خايفين تبجع ظروف صحية وخايفين من خلاص الأمة لأنه بعد هيك ما بيعودوا يتصلطوا على إقاب شعوب وبصير التعاملك مع باقي الأمم تعامل مصالح وندب ند هما بدهم مش إياك ندب ند تكون محكوم وينهبوا مواردك ومعين هم نهبوا موارد العالم كله وهي هم بنهاره كيف لما يكون عادي بدك تعمل ندب ند أنت ندب نتعاكل زي ما قلنا ما ما معقول يعني تراث كورون تراث كورون يروح بيوم ويومين لكن بستكثروا الناس يعني من 2011 لليوم في سوريا بعدها بستكثروها بس هذا ممكن يعشر قداش خطورة سوريا في منظار العالم كله قديش خطورة سوريا وشوفوا قديش تآمروا ع مصر كمان وهيوا ليبيا كمان ما تركوهاش وهيوا اليمن ما تركوهاش ليش حتى تعرفوا قديش خايفين هم من انه هذه الشعوب تخلص تخلص من هالناس الموجودين ولا شو هصدفة هاي لا تزال في سوريا في ناس ظنوا انه بالسلم هاينا اسقطنا مبارك هاينا اسقطنا مبارك وما كانوش حاكمين في سوريا وما كانوش حاكمين اه في ليبيا لانهم استخدموا اسلاح هاي هاي لحد الان كلها مع بعضها سواء في سوريا ولا صدفة هاي هاي سوريا هاي ليبيا هاي اليمن هاي مصر هايو لا تزال ساخنة ساخنة لا تزال سواء استخدمت القوة ولا ما استخدمتش بس اللي بيستخدم القوة هو اللي في النهاية بوصل واللي بينام خلاص ما هي باقي الشعوب نائمة خلاص ولا هم هم كيف ظل هم مستمرين هذول الجواسيس والناس اللي لا اخلاقيين واللي بيأمنوش باي دين اصلا هم كيف استمروا كيف استمروا هم موجودين ومين هم اصلا ابحش عن عائلاتهم وشوف سوصلاتهم ابحش وشوف مين هم هذول وكيف توظفوا علينا اللي كان يحكم الأردن وين كان واللي كان يحكم السعودية وين كان وبعدين كيف اجال واللي كذا هذا اللي كان في مصر وين في اي حارة كان يعيش اه 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 يفهموا حتى تدركوا انه لحد الان اه على كلهم زي ما اقولنا ديرباككم الجيوش يعني جسم هال الاضخم هذا بنتظر الفرصة انه ايش هي الفرصة انه توصل نقطة اللى رجعة في بلده خلاص بنحاز لشعبه بنحاز لشعبه بس يعرف ولذلك زي ما قلنا هما ليش بقلتوا الشعب السوري الجيش في معظمه صار ينحاز ينحاز وصارت جيوش من الخارج تأتي طب ليش خايفين من ايش انتو خايفين من ايش بتكون مش الشعب يحكم ليش بتكون هذا الزلمة يعني معناته من هذا وبالتالي ايران افكرة ايران اللي كانت الناس يتعيدها كانت الناس يتعيدها بالنسبة كاسحة وحتى عيدوها ضد الحرب في العراق في العراق وكذلك حزب الله قديش كانت الناس تأيد حزب الله عندنا قديش وفي باقي الشعوب والدافع عنه وتكون معاه الآن هذول سقطوا ايضا هذول سقطوا على فكرة ولن يعودوا هذول سقطوا ولن يعودوا لضمير الامة انسوا انسوا محاولاتهم انهم يتشبثوا بتصريح وان وتصريح حناك هذا كلام ما له معناه واصلا اللي علمكم اللي بيكون له علاقة معهم بسكت كمان واللي بيكون له علاقة معهم بسكت كمان لان هذول ثبت انهم ناس خانوا الامة كلها بعد ما الامة تكون ضميرها معكم وتأيدكم لاخر درجة تخنوها اشتركوا في القناة